دول أخرى مجاورة تحتل أراضيها ولا تتكلم يتكلم على الجنرالات نعم بدون دكتور علي دول أخرى مجاورة دعنا نتحدث عن جزائر وفرنسا اليوم بما ضيفك للأسف الشديد قد تناول عشبة من نوع ما لا 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 نسمح بهذا الكلام بتاتا دكتور علي لا لا أرجوك أرجوك دعنا نسمع تعليق الآن دكتور علي لو سمحتني دعنا نسمع تعليق تعليق أخير من أسد مصعب حمودي ما تفضلت به لا يجوز ما تفضلت به دكتور علي لا يجوز هذه الإساءة في حقك لو سمحتني هذه الإساءة اليوم هؤلاء يرفضون التطبيع دكتور علي أرجوك هذه إساءة هذه إساءة ومصالحة انتهى وقت هذه المقابلة شكرا جزيلا لك يا سيدتي لماذا أنت تفسري لماذا أنت تفسري في مكاني هذه الكلمة ماذا تقصد بالحرطانيين ضيفنا معنا من الجزائر الدكتور علي أربيج أستاذ العلومي السياسية ومن باريس أيضا معنا أستاذ مصعب حمودي الباحث في العلومي السياسية والعلاقات الدولية ضيفنا أهلا بكم معنا على شاشة الغد أبدأوا من الجزائر مع دكتور علي أربيج دكتور علي ما لبتت هذه العلاقة أن تسير على المصارى صحيح حتى عادت إلى انتكاسة جديدة بسبب ملف الجزائرية الفرنسية بوراوي وبالتالي هل تودد إمانويل ماكرون اليوم إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيدوي بولجليد أولا مسلخي سيدتي شكرا على الدعوة تحياليك ولضيفك ولكل مشاهديكم في الحقيقة هذه التصريحات عايدناها من الطرف السيد الرئيس ماكرون حتى قبل أن يصبح رئيس في قبل العدى الأولى عندما زار الجزائر وقال وكانت له شجاعة أنه ذاك أنه سيعترف بجراء فرنسا في الجزائر ثم انتكس على عقبيه ثم بعد ذلك لاحظنا أنه في كل مرة يقدم كلامه ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي علاقة بما يقول وبما تقوم به المؤسسات الرسمية الفرنسية هذه المرة وبعد هذا الخرق للهدنة التي ربما كلنا دفعنا نحوها وهي إصلاح أو إصلاح ما يجب إصلاحه في هذه العلاقات الجزائرية الفرنسية نلاحظ بأن هناك أطراف ما سماها الرئيس ماكرون بأنها ترفض تطبيع وإصلاح هذه العلاقات الفرنسية وأنا من موقع هذا كأستاذ وكمراقب أستغرب كيف لرئيس الجمهورية بهذه المؤسسات التي يقال بأنها ديمقراطية أنه يقوم جزء من هذه المؤسسات أمنية وسياسية وديبلوماسية بتهريب مواطنة جزائرية مطلوبة العدلة في وقت وين كنا ندفع جميعا لإصلاح هذه العلاقات وأن الرئيس ورئاس الجمهورية أعلنت زيارة الرئيس إلى فرنسا في شهر ماي ولكن أعتقد اليوم الرئيس ماكرون في موقف حريج طيب سنتي الحيط على هذه الزيارة التي بات مشكوك في أمرها اليوم دعنا نسمع أيضا رأيي لأستاذ مصعب حمودي وأستاذ مصعب ماكرون يقول أن هناك الكثير من الأطراف التي تسعى لإجهاد العلاقات بين فرنسا والجزائر من يقصد بهذه الأطراف؟ مساء الخير لك للضيف وللمشاهدين الكرام طبعا هو يقصد هو لم اعتعمد عدم إضاح خطوط هذه الدوائر الضغطة وحتى التعريج عليها فهو لم يترك حتى الهامش لكي نفهم إن كانت داخلية أو خارجية ولكن هو يعرف كذلك ليس فقط ماكرون وإنما كل الجهاز التنفيذي الفرنسي يعرف أن تركيبة النظام الجزائري الذي هو طغمة عسكرية ليست عقلانية فدائما هناك جهات متماحرة متنافرة بين بعضها فهنا وهذا مجال التأويل لأنه لم يفصح صراحة عن الجهة هي الجهة التي لا تستفيد من تركة الشرعية التورية نحن نعرف أن في الجزائر لا توجد شرعية شعبية تستند الاقتراح أو صناديق وإنما الجنرالات يعتمدون في تدخلهم في سياسة دائما على مقولة الشرعية التورية فهنا يمكن أن نفهم أن إيمانويل ماكرون يقصدهم هم الذين يريدون إفساد الشرعية التورية وهنا بالطبيعة الحال يسدي خدمة للجنرالات العلاقة بين فرنسا والجزائر دائما كانت من النقيد تفاهم في نقيد فهي غريبة جدا طبعا ماكرون يحاول الجهة الأجهزة التنفيذية المتعاقبة في فرنسا تحاول دعم النظام العسكري في الجزائر لكن النظام الأنظمة المتعاقبة العسكرية في الجزائر ترد لهم بالسباب بين الضفرين لو سمحتم لي فلذلك تظهر هذه التركيبة الغريبة التي ضاقت الأجهزة التنفيذية الأخيرة الفرنسية ضاقت ذرعا منها فمن هنا يبدو أن هذا الجهة المستهدفة طبعا هي التي تتاجر بمبدأ ما يسمى في الجزائر بالشرعية التورية كذلك نلاحظ في تصريح مانيويل ماكرون أنه تعامل بمبدأ يمكن أن نصفه بالعودة على بدء حيث بقي فقط في الكليات وهي الجانب الاقتصادي التجارة الداكرة وأهمل الجزئيات بحيث رأينا أن تعاطيه مع ملف الناشطة الميدانية نحن نتحدث عن بوراوي وهي الناشطة ميدانية التي تملك حزب ليست مرأة سياسية وليست لديها كتلة برلمانية هي فقط ناشطة ميدانية ولكن هي لديها عقوبة حبسية في الجزائر فتعامله هنا نعم أفوال ولكن هي تخضع لعقوبة حبسية في الجزائر نعم لكن الحساسية هي غريبة لأنه نحن نعرف أنه تم التضييق عليها هي ناشطة ميدانية تمارس حقها المفروض في التعبير لكنها في حياتها اليومية الطبيبة فوصلت من عملها ضيق عليها بمبادئ قضائية تعسفية وهي الإجراءات القضائية وسحب الجواز سحب منها جواز سفرها الجزائري فحينما هربت لم تعود لديها الجنسية الجزائرية فانقلبت الإجراء الأمني انقلب ضد من صاغوه كان فقط عليهم أن يتركوا لها جواز سفرها حتى إذا غادرت كانت الجزائر ستستجلبها من تونس فهنا وضعوا أنفسهم بمأزق هم بأيديهم لأنهم بسحبهم الجواز الجزائري منها تركوا منها الجنسية المكتسبة من زواجها مع فرانكو جزائري طيب أتصور أن ضيفنا دكتور علي ربيج من الجزائر لديه تعقيب على كل ما تحدث عنه لأن ذكرت صراحة قد لافت جدا منها أن ما حدث اليوم يخدم جنرالات الجزائر وتحدث عن الشرعية الثورية دعنا نسمع رأيه دكتور علي ربيج ولن دعيني فقط أعلق على بشكل بسيط وبشكل هادي على هذا الكلام الذي سمعته من ضيفك من فرنسا ويتحدث عن الجزائر ويتحدث عن الجنرالات ويتحدث عن هذه الشرعية الثورية نعم الجزائر مرجعيتها الثورة الجزائرية التي حررت هذه الأرض والتي لم تسمح لفرنسا أن تستمر في هذه الأرض ولو شبر واحد بينما دول أخرى مجاورة تحتل أراضيها ولا تتكلم يتكلم على الجنرالات بدون ذكر دكتور علي دول أخرى مجاورة دعنا نتحدث عن الجزائر وفرنسا اليوم نعليش يتحدث ضيفك ألو تفضل دكتور علي ألو تفضل دكتور علي نسمعك بشكل جيد شكرا إذن يتحدث يتحدث ضيفك عن الجنرالات في الجزائر الجنرالات هم جنرالات الجيش الوطني الشعبي سريل جيش التحرير يتحدث على أن الرئيس لا يملك شرعية الرئيس تبون منتخب من طرف الشعب الجزائري والشعب الجزائري سيد في قراره ولا يقبل إملاءات أي طرفين كان ونحن شعب الواحيد ربما في المنطقة الذي يكافح من أجل الشعوب التي تريد أن تقرر مصيرة يتحدث ضيفك على المناظلة أو ما يسمى بهذه الناشطة التي تم تهربها من الجزائر أولا هذه الناشطة التي يتحدث عنها ضيفك الآن بشكل واضح ثبت بأن المخابرات الفرنسية قامت بتهريب هذه الناشطة والسؤال لماذا لا تتحرك المخابرات الفرنسية لتهريب هذا العدد الكبير من المهاجرين الذين يخرجون من الأراضي الجزائرية والتونسية والمغربية مدام هذه المخابرات تدافع على مسألة حقوق الإنسان ضيفك يتكلم على أساس أن العلاقات الجزائرية الفرنسية الذي تسبب في الإساءة إليها هو الطرف الجزائر وهذا خطأ الذي تسبب في الإساءة إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية هو الطرف الفرنسي الرئيس ماكرون وإذا كان ضيفك ربما هو فرنسي أكثر من الفرنسيين ويتكلم باسم الفرنسيين ويفهم أكثر من الرئيس ماكرون فإن الرئيس ماكرون قال أنه يوجد أطراف داخل فرنسا ولكن ليس في الجزائر ربما ضيفك للأسف شديد قد تناول عشبة من نوع ما لا 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 نسمح بهذا الكلام بتاتا دكتور علي لا نسمح بهذا الكلام بتاتا على شاشة الغد لا 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 أرجوك أرجوك دعنا نسمع تعليق الآن دكتور علي لو سمحت لي دعنا نسمع تعليق أخي لا أستاذ مصعب حمودي ما تفضلت به لا يجوز ما تفضلت به دكتور علي لا يجوز هذه الإساءة في حقيقك لا يصيد دي أنت لم تقاطع أنت لم تقاطع أنت لم تقاطع هو لم يتكلم عنك بشكل شخصي لم يشخص المواضيع هو يتحدث بوجهة نظر أنا لم أشخص أنا أرد بهدوء إذا كنت تسمحي لي أنني أواصل لا يحتمل حتى رأيا فطبعا يمنعون الرأي ويحاولون منعه طبعا أعجوك أستاذ مصعب فقط لكي نبقى في صلب الموضوع أستاذ مصعب لنبقى في صلب الموضوع هل هناك صداما داخليا اليوم صراحة في فرنسا بين الأجهزة الأمنية والرئاسة والبرلمان؟ في الأجهزة الفرنسية طبعا فرنسا هي بلد مفصولة فيها السلطات لأنه نظام ديمقراطي ممارسة وعرفا المشكلة هو عندما تكون جهاز تنفيذي لا نقول عنه نظام لأن هناك الانتخابات وكل هذا عندما تكون الأنظمة شرعية تسمى الدوائر المتنفدة أجهزة تنفيذية عندما تكون الأنظمة غير شرعية تكون في الحالة الجزائرية مثلا طغمة أسكرية رأينا أن شنغريحة قائد الأركان الجزائرية استقبل من طرف وزير الجيوش الفرنسية المولود سباستيان لوكوغنيو سنة 1986 استقبله بخودة حارس حارس جمهورية ووصفه بالجندي فالأمور واضحة نحن لا توجد مزايدات في الوطنية كذلك جنرال آخر جزائري غالب القصير هرب من المسؤولية لجأ إلى بلد فانواتو هذا جزيرة واشترى الجنسية فنحن نتحدث عن أنظمة هشة لأنها ليست ديمقراطية فلذلك علينا أن نزل الأمور والدوائر الفرنسية هي تعمل لخدمة هو قالها مكرون أستاذ مصحب دعنا نسمع آخر تعليق من الأستاذ دكتور علي ربيش دكتور علي الجزائر أعلنت أنها ستجري زيارة دولة إلى روسيا في هذا التوقيت تحديدا في أي سياق جاءت هذه التصريحات هل تريد إرسال رسالة إلى فرنسا مفادها أن اليوم الجزائر لديها ربما بدائل عدى الضيف أو من كانت تتعامل معه الطرف التقليدي الفرنسي يا سيدتي الجزائر دولة وطنية صاحبة سيادة في إفريقيا وفي العالم العربي والكل يحترم هذه الدولة عندما تختار الجزائر شركاءها تختارها بشكل مستقل نحن نملك علاقات مع فرنسا ومع روسيا ومع أمريكا ومع الصين ومع كل الدول التي تحترم نفسها أما الدول التي لا تحترم نفسها فنحن نقطع علاقاتنا معها ولا نحترمها أنا اليوم نتكلم على علاقتنا الجزائرية الفرنسية اليوم الرئيس ماكرون وهو صرح بأنه في أطراف داخلية داخل فرنسا لا تريد هذه المصالحة الجزائرية الفرنسية أنا نقول لك من هي هذه الأطراف؟ هو اللوب اليمين المتطرف الطابور الخامس الذي كان موجود في الجزائر ويعمل لحساب فرنسا الخوانة أو بما يسمى بالحركة الحرطانيين الذين يقبلون أن يكونوا دائما عبيد ويركعون لأسيادهم اليوم هؤلاء يرفضون الدكتور عالي أرجوك هذه إساءة التطبيع ومصالحة انتهى وقت هذه المقابلة شكرا جزيلا لك يا سيدتي لماذا أنت تفسري؟ انتهى وقت المقابلة تحدث عن الحرطانيين من لم يفهم كلمة حرطانيين هذه الكلمة ماذا تقصد بالحرطانيين إذن؟ هذه الكلمة يفهمها شمال إفريقيا يعني المغرب والجزائر والتونس أنا أقصد بالحرطاني هم الناس الموجودين في فرنسا وقبلوا بشيكونوا عبيد لفرنسا ويرفضوا مصالحة بين فرنسا والجزائر هذا الذي قصدته طيب ولهذا نقول لك اليوم نحن كنخب كأساتدة كسياسيين ندفع إلى المصالحة الجزائرية الفرنسية اللهم إذا كانت هذه العلاقات الجزائرية الفرنسية وإذا تم التطبيع وإصلاح ما تم إصلاحه قد تقلق بعض الأطراف ولكن نحن في الأخير علاقتنا مع فرنسا علاقة استراتيجية ومهمة جدا يوجد خمسة مليون جزائر يعيشون في فرنسا يوجد علاقات اقتصادية وشاركة ما بين وما بين فرنسا الجزائر والرئيس قال أنني سأزور فرنسا ولكن السلوك اللي قامت به الفرنسا تجاه هذه المناظلة يوشي إلى هذه الأجواء وإلى هذا الملق وهذا الذي قصدت وانا لم أقصد الإساءة إلى أي إنك